نرحب بكم من جديد ونفتح معكم الملف الأخير في حلقتنا من لبنان حيث دعا رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشيل عون الانتخاب رئيسا جديدا بالاقتراع المباشر بدلا من البرلمان في مبادرة أعلنها اليوم لإنهاء الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من شهر ليلة خليل ومعها تفاصيل من بيروت مع دخول لبنان رسميا في الشهر الثاني على الفراغ الرئاسي واقتراب موعد الانتخابات التشريعية المتوقع أن تنتهي بتمديد ثاني لمجلس النواب نظرا لتعذر إجرائها في ظل غياب الرئيس للجمهورية طرح رئيس تكتل التغيير والإصلاح لعماد ميشيل عون مبادرة تقضي أولا بإجراء تعديل دستوري لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وثانيا وضع قانون انتخابي يمكن كل طائفة من انتخاب نوابها أقترح إجراء تعديل دستوري محدود يهدف إلى جعل انتخاب الرئيس الماروني مباشرا من الشعب وعلى دورتين أولى تأهلية تجرى على مستوى الناقبين المسيحيين والثانية تجرى على المستوى الوطني وتكون محصورة بين الفائزين الأول والثاني في دورة الاقتراب التأهلية هذا التصور يأمل من خلاله عون أن يحظى بموافقة القوى المسيحية علّه يصل من خلاله إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى قابلية هذا الطرح من التحقق في ظل الإنقسام الحاصل وفي ظل رفض جميع الأطراف السياسية المساسة باتفاق الطائف الجنرال ربما يدرك قبل السوا بأن ما طرحه صعب جدا التنفيذه في هذه اللحظة لكن كما قلنا هو مضطر أن يقدم شيئا يسمى مبادرة أو طرح سياسي شديد بشكل أو بآخر مبادرة أو غير مبادرة تحرك المياه في البحيرة السياسية الآسنة والراكدة حاليا في لبنان خصوصا في ظل وضع ملتهب في المنطقة تقول مصادر تكتل التغيير والأصلاح للغد العربي أن طرح العماد عون هو لإنعاش الموقف المسيحي الضعيف وتأمل المصادر أن يتم التجاوب بشكل إيجابي مع هذا الطرح إذا كانت فعلا الأطراف السياسية أمينة على بناء الدولة كما تدعي معتبرة أن هناك نقاط في اتفاق الطائف لا يتم تطبيقها وهناك نقاط يجب تغييرها وينص اتفاق الطائف على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في لبنان فيما تبدو أوصات التكتل متفائلة فإن أوصات قوى الرابع عشر من أذار تعتبر أن لا أمل لمبادرة عون في الحياة باعتبار أنها تمس جوهر اتفاق الطائف وهو ما لن تقبل به قوى الرابع عشر من أذار ولا الرئيس نبي بري ولا حتى زعيم جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط ليلة خليل ألغد العربي بيروت ولمناقشة هذه المبادرة من بيروت ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السيد جورج عالم أهل ومرحبا بك سيد جورج بداية هل من الممكن أن تجد مبادرة عون صدا لها في الشارع اللبناني خاصة وأنه أحد المرشحين لمنصب الرئيس وكيف برأيك تفاعل معها الشارع السياسي هذه المبادرة لها وجوه ثلاث الواجه الأول هو السياسي أي أن يكون هناك توافق أولا بين الموارنة وهذا غير متوافر لأن بكركي مع انتخاب رئيس في ظل اتفاق الطائف أي الانتخاب الرئيس من المجلس النيابي وهي المرجعية المارونية الروحية الأولى في الطائفة فضلا عن ذلك هناك الأقطاب السياسيين المتوزعين بين قوة 8 و 14 أزار باعتقاد ليس هناك من توافق ماروني حول هذه المبادرة هذا أولا الأمر الثاني أو الواجه الثاني هو دستوري لكي تصبح هذه المبادرة قيد التنفيذ يجب أن يجتمع مجلس النواب ويصوت بقالبية 86 صوتا أي بأكثرية 80 على تعديل الدستور وهذا أمر صعب في هذه المرحلة لأن المجلس النيابي شبه معطل وبالتالي هناك عدة محاولات انتخاب رئيس جمهورية لم يتأمن فيها النصاب فمن الصعب أن يتأمن النصاب لتعديل الدستور الأمر الثالث والمهم أن العماد من الشرعون كان منذ أن أعده اتفاق طائف ضد هذا الاتفاق وبالتالي عندما فتح حوارا مع رئيس سيارة المستقبل الرئيس سيد الحريري هذا الحوار كان قائما على الفردية الآتية يصبح هو رئيسا للجمهورية يصبح الرئيس الحريري رئيسا للحكومة يعملان معا على تحصين بالصاد الطائف بمعنى معالجة بعض الثغرات لكن الإقرار به لكن عندما طبعا لم يعطي الرئيس الحريري وعدا للعماد مشلعون لكي يدعمه إلى الرئاسة فباعتقاد يعد العماد مشلعون كل هذه العوائق سيد جورج كل هذه العوائق أنت تقول إذن لماذا يطرح هكذا مبادرة السيد ميشيل عون بطبيعة الحال أنه يعبر عن وجهة نظر لكن يجب أن لا يغيب عن بالنا أسراع المحاور الذي تشهده المنطقة ونرى أن هناك الكثير من التغييرات سواء في العراق سواء في السورية وهذا التغيير ربما يشمل لبنان نحن أمام أزمة فراغ على مصر الإسحقاق الرئاسي وأمام تدعيات أمنية خطيرة السؤال المطروح هل أن السياق المتبع في لبنان سيؤدي في نهاية المطاف إلى عارة النظر بالنظام وبالصيغة وبالمساق وبالدستور كل الاحتمالات واردة طالما أن الوفاق الوطني معطل ولم يتمكن هذا الوفاق الوطني من انتياج رئيس الجمهورية فمعنى ذلك أن التغيير أمر مهم إذا تدخلت القوى العزمة خصوصا أن لبنان كغيرهم من دول الجوار هو ساحة لصراع المحاور المحتدمة في العراق وفي السورية وفي مناطق أخرى صحيح هناك أيضا سيد جورج من يقول بأن السيد عون حاول استقطاب الرأي العام المسيحي بقوله بأن الانتخابات تجرى على مستويين الأول هو مستوى الأصوات المسيحية أولا ثم المستوى اللبناني برأيك في هذه النقطة بالتحديد ألم يرسخ لفكرة الطائفية وهو كما قلت أنت بأنه كان قد رفضها من خلال اتفاق الطائف الحقيقة أن اتفاق الطائف قد رسخها الطائفية والمسهبية هذا أمر لا يمكن إنقاره إطلاقا فضلا عن ذلك أن المسيحيين يشعرون منذ اتفاق الطائف بأنه غبن مقام رئاسة الجمهورية وهو المقام الماروني الأبرز في هيكلية الحكم إذ أنه انتزع صلاحيات من رئيس الجمهورية ووضعها في مجلس الوزراء لكن مجلس الوزراء لم يحسن استعمالها إنما استعمالها رئيس مجلس الوزراء وهذا الأمر بتبع الحال جعل هناك إحباط على المستوى المسيحي أنا لا أقصد بشأن العام لكن الغالبية المسيحية تشعر بهذا الإحباط وقد قالها عون صراحة في أكثر من مرة إذا كان الرئيس السني القوي هو في سندة الرئاسة والشيع القوي هو في سندة رئاسة مجلس النواب لماذا لا يكون الماروني القوي أو المسيحي القوي في سندة رئاسة الجمهورية ولماذا يجب أن يعطى برئيس جمهورية لا يمثل أو برئيس جمهورية ضعيف في وجود طبعا قطبين قويين من قبل الشراكاء الآخرين هذه الفرضية مطروحة دول النشاك وبالتالي العماد مشلعون ربما يضرب على الوطن الحساس عند غالبية المسيحيين لكن هذا لا ينتج مبادرة التي حصلت إلا إذا حصلت وافق حولها أو إذا جاء طبعا ضغط دولي ليدع هذه المبادرة مولع التنفيذ في زمننا نعم طبعا نظرنا إلى هذه المبادرة بعين أخرى هل بالفعل تبتعد الانتخابات عن المساومات والصفقات الخارجية بهذه المبادرة وبالتالي إعادتها إلى صاحب الحق الأصلي كما قال السيد عون إلى الشعب اللبناني هو ربما الحل للخروج من الفراغ السياسي الذي تشهده البلاد الآن الحقيقة لشك أنه جزء من الفراغ الرئاسي هو الأزمة في الاحتكام للطائف هناك صغرات كثيرة في الطائف هذا أمر مسلم بهم كل الأطراف لكن اليوم أن نغير الطائف فباعتقادي كد يقود إلى حرب أهلية جديدة لأن المناخ السياسي في البلاد هو مناخ انقسامي على خلفية نسابية وهذا أمر خطير للغاية أعرف إلى ذلك أن ما طرحه العماد مشال عون هو تغيير النظام بمعنى أننا الآن ندين بالنظام البرلماني البرلمان هو الذي ينتخب الرئيس في حين الذي يطرحه العماد مشال عون هو نظام رئاسي وعدم نتحدث عن نظام رئاسي إنما نتحدث عن صلاحيات يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية على المنتخب من الشعب هذا ما رفضته القيارات السنية سواء كانت في الاعتدال كالرئيس نجيمي قاطي أو في طيار المستقبل أو في قوى 14 أزار أو خارج قوى 14 أزار لذلك هنا نرى أن الحسيات المسابية عادت لتفعل فعلها وبالتالي أكثر الحرص على اتفاق الطائف نعم إذن لم يكن سيد عم موفقا بهذا الاقتراح لا شكلا ولا مضمونا على العمم أشكرك جزيلا شكرا حتى الآن نعم تفضل بسرعة مفضلك حتى الآن نعم حتى الآن نعم إلا إذا كان هناك تغيير دولي سوف يخرج هذه المبادرة في ظرف ما ليضعها أمام يعني قام الرواكع أمام الجميع أمام القوى السياسية أشكرك جزيلا شكرا السيد جورج علم الكاتب والمحلل السياسي مجدد الكرام لفات انتهى وإليكم العنوين اجتماع حاسم للتحالف الوطني الشيعي لاختيار مرشحه لرئاسة الحكومة العراقية معارك عنيفة في تكريت والجيش العراقي يعلن إحكام سيطرته على مدخل المدينة الجنوبية ثلاثة انفجارات بمحيط قصر الاتحادية في ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو والسيس يتعهد بالقصاص من الجنات ميشيل عون يدعو إلى تعديل الدستور لانتخاب رئيسا للبنان بالاقتراع المباشر ملفات انتهى شكرا للمتابعة واللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر